دكتور خالف الليبي قبل سنوات في جامعة مكفيصل بالأحسن فالإهمال الشخصية مهملة الأب هذا شخصية مهملة أحسنت فينتج أولاد بنين وبنات مهملين عبث في كل شيء سبحانه عبث في كل شيء وأشير الحاجة مسألة التربية اللي أنت ذا شرت لها يا شيخ مصلت مهم ما ترى التربية على قسمين وأرجوني يعني نفهمها أكثر فضل لا لدارس متعلم ولا تراها قسمين لما كنت أنا أسوق بالسيارة كما قلنا قيادة البيت وقائد موفر لهم الأكل والشرب ومؤفر لهم إذا بغوا الله يكرمكم دورات المياه نوقف وكذا لكن في تربية هذه تنشئة هذه تربية جسدية لكن في تنشئة فكرية وخلقية هذه اللي يفرط فيها بعض الناس ويبغى عياله صدوقين مؤدبين محترمين رأيين صلاة وين وين أنت أنت ما أعطيتهم هذا هذه المسألة التربية تبقى لها أعطاء أنت شرط لها قبل قليل ترى يعني لابد لابد تعطي أولادك لازم تعطيهم الإهمال اتركه يعني مما يضيع الأبناء كثرت خروجنا من البيت وعدم الجلوس معهم وعدم أنت طالع طالع البيت أحيانا من الحلول خذ أحد الأبناء معك خذ اثنين ثلاثة معك ما يضر بتروح مقاضي مو بلازم تروح لحالك ما أنت ملزمة تروح لحالك بل إن فيه جانب تربوي قوي حينما يصحبون يفرح بهاهو نفسيا ترى عاطفيا رحت مع أبوي راحت البناء رحت مع أبوي وين رحته رحنا للسوق الخضار تيقى الزية اللي صير في رحنا للسوق الأسواق هذه كذا تقضينا وجبنا المقاضي ولا وخلاني أختار العنب ولا أختار للكذا وخلأ ترى هذه تصنع جانب ما ينسونا بعدين ثقة في النفس ويملأهم ثقة ومسألة أني عزيز عند أبوي لقيمة عند أبوي تتنشئ الفكرية الروحية لابد نهتم فيها أكثر الخبز متوفر الرز متوفر الدجاج واللحم متوفر يا الله لك الحمد الله نشكره ها وكذا لكن أين من ينشئ ويربي التنشئ الفكرية الخلقية وهذه من أعظم الأشياء هذه القيادة الصحيحة ولذلك يا شيخ محمد وليهون الأخوان بعض الناس الآن ما يعتمد على ولده في أي شيء هو اللي يقضي اللي يوازمه هو اللي يروحه اللي يجي معه ولده ما شاء الله رجال يعتمد عليه أخي ما يمنع حتى وهو بست سنوات سبع سنوات يقدر مثل ما قال الشيخ محمد كلفه بعض الأشياء داخل البقالة نعم رح هنا أبوك جيب الحاجة الفلانية شوفها في الرف الفلاني جيبها اختر الشي الزين اختر اللون الأخضر اختر اللون الأصبر عرفت ولا لا رح هنا أبوك يم ثلاجة الدجاج جيبنا الدجاج المقاس الفلاني حطها في كيس هنا أبوك خمس ست سبع عشر وجيبها لي هنا حطها في العربية هذا يزرع الثقة فيه بكرة أنت تحتاجها أنت ما أنت بدايم صيح أنت ما أنت بدايم تروح بنرجع لك يا أبو بجات إن شاء الله بشر أنت بتسافر بتروح وتجي فلذلك يجب أن تزرع الثقة في نفس هذا الولد وهذا الناشع حتى ينفعك مستقبلاً تفضل يا أبو بجات لا أنا لا يرفع من الناس من كلامي أنه ما فيه تربية وما فيه حزم وأنا ذكرت حديث النبي على الصلاة أنه فيه حزم فيه ضرب ضرب أبوه لا حنا نضيف إباثة كلامك ممتاز كلامك ممتاز أبوه